اهلا بكم في نشرة اخبار العشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان مرحبا بكم والبداية مع العنوين تحيات القيادة الكويتية لجلالة السلطان المعظم ينقلها سمو الشيخ النائب الاول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود السعيد له اللجنة العمانية الكويتية المشتركة توقع على مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتدريب وتبادل القوانين والتشريعات قمة واشنطن حول مكافحة الارهاب تدعو في يومها الثاني الى ضرورة التصدي للعنف ومكافحة التطر استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الجانب الكويتي في اجتماع اللجنة العمانية الكويتية المشتركة حيث نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس من سعيد المعظم حفظهم الله وتمنيات سموه الطيبة لجلالته بموفور الصحة والعمر المديد وللشعب العماني بالمزيد من النماء والازدهار وبعد أن رحب سموه بمعالي الضيف والوفد المرافق أعرب عن ارتياح السلطنة بقيادة جلالته لمسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين وتمنياتها للكويت قيادة وشعبا بالمزيد من التقدم والرخاء مشيدا سموه بأهمية ما تتوصل إليه اللجنة المشتركة بين الجانبين من نتائج إيجابية تجسد عمق التعاون المشترك تناول الحديث خلال المقابلة وسائل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة التي تشهدها المنطقة من جانبه أعرب معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين السلطنة ودولة الكويت والتعاون البناء الذي يجمع بينهما حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسعادة حامد بن سعيد آل إبراهيم سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الكويت كما حضرها سعادة فهد حجر لمطيري سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة كما بحثت اللجنة العمانية الكويتية المشتركة في اجتماعها بمسقط التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في السلطنة وقع الجانبان خلال الاجتماع مذكرات تفاهم في عدة مجالات مشتركة من بينها مجالات الاستثمار الاقتصادي والتدريب وتبادل القوانين والتشريعات في مجال الموارد البشرية وفي مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري مسقط كانت محطة اجتماع اللجنة العمانية الكويتية المشتركة في دورتها السابعة حيث تم بحث اوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار المتاحة في السلطنة لا سيم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الواقعة في محافظة الوسطى التي باتت محطة انظار المستثمرين من مختلف اقطار العالم مزيد من التعاون والترابط وفتح المقالات للمصالح المشتركة وعلى وجه الخصوص المصالح التي تكون هي اكثر لربط الشعوب بعضها ببعض وخلال الاجتماع الذي جمع علدا من المسؤولين العمانيين والكويتيين وقعت مذكرات تفاهم تمثلت في المجالات الاقتصادية ومجالات التدريب وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية في الحقيقة ما تم التوصل اليه في عمل اللجنة المشتركة امر يأكس رقبة قيادة البلدين في ان تكون الالاقة بين الكويت وسلطنة عمان مثال يحدث به بالعلاقة بين الدول ونحن نشهد 27 مؤسسة من دولة الكويت مع نظراءهم في سلطنة عمان على مدى يومين يتباحثون في سبل أرحب للتعاون في كل المجالات لدينا 20 اتفاقية مذكرة تفاهم وأضفنا لهم اليوم ثلاثة سوف تعزز من التعاون في مجالات متعددة وتوضح آخر الإحصائيات إلى أن المستثمرين الكويتيين في السلطنة بلغ عددهم 9300 مستثمر حيث أن المؤشر قابل لزيادة أعداد المستثمرين الكويتيين بعد توقيع مذكرات التفاهم العلاقات بين السلطنة ودولة الكويت ضاربة في عمق التاريخ وتوقيع هذه الاتفاقيات ستعزز المصالح المشتركة لا سيما الجوانب الاقتصادية التي شهدت نموا في الآونة الأخيرة من فندقي قصر البستان فارس بن جمع الوهيبي مصقاط الأدوات الرقابية والتشريعية ومقترحات مشاريع القوانين التي أنجزها مجلس الشورى كانت محور الجلسة الحوارية للمجلس مع ممثلين لوسائل التواصل الاجتماعي والتي نظمت بمجلس عمان في طار المناشط والفعاليات خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة وتضمنت الجلسة ورقة عمل قدمها سعادة خالد بن هلال معولي رئيس مجلس الشورى حوار الشورى كان عنوانا لجلسة امتدت لساعات بين سعادة رئيس مجلس الشورى والوسائل لجان الدائمة بالمجلس من جهة وعدد من المثقفين والإعلاميين والمغردين من جهة أخرى تم من خلاله مناقشة أهم محور رئيسي يتعلق بالشورى والتجربة الديمقراطية بالسلطنة حقيقة المجلس في عمله الحالي خلال هذه الفترة يبني لما هو بعد هذه الفترة بإذن الله نعم نحن مقبلين على نهاية الفترة السابعة ولكن الأهم أن الفترة المقبلة إن شاء الله الفترة الثامنة تكون بدايتها بشكل أفضل وبشكل أعتقد يكون فيها رضا أوسع من قبل المواطنين رئيس المجلس أوضح بدوره عددا من الإحصائيات التي شكلت مقارنة بين الفترتين السادسة والسابعة في حجم الأدوات الرقابية والتشريعية التي استخدمها الأعضاء كما أوضح للحضور آلية سير مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وآلية تقديم اقتراح مشروعات القوانين طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بلغ عددها 45 طلبا والاقتراحات برغبة تقاوزت السبعة وعشرين مقترحة الاقتراحات برغبة هي فيما يتعلق بتعزيز مرافق ما أو تطويرها أو خلافه أو استحداث جانب معين كاستحداث سوق المواشي في محافظة معينة أو استحداث جامعة معينة في منطقة معينة طبعا مبررة الأسباب وخلافه نقاش وجدل ساد جو الجلسة طالب من خلاله الحضور بأن يفعل المجلس أدواره وأن تكون للمجلس إنجازات ملموسة على أرض الواقع وأن يساهم الأعضاء أكثر في تفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحها لهم جلالة الحقيقة هي جلسة أنا أعتبرها خطوة في طريق الديمقراطية الحقيقية لأن هؤلاء الشباب الذين حضروا وهؤلاء المجموعات من مختلف الأعمار هؤلاء كانوا ينقلون نبض المواطن في كل مكان وتعددت المشارب وتعددت الأنواع وتعددت الأعمار وهذا يعني بأن هذا النبض متسع كما استعرض الحضور مشروعات القوانين التي قدمها المجلس للحكومة ومنها إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل وكذلك قانون مجلس عمان وقانون تداول المعلومات وإجراء تعديل على قانون الإجراءات الجزائية من جهة أخرى كشفت الجلسة عن قانونين جديدين قيد الدراسة تحت قبة المجلس وهما قانون الضمان الاجتماعي وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوار الشورى ركزت على تطلعات وآمال المجتمع المحلي فعلى الرغم من إبراز عدد من الإفصائيات التي دللت على الكم من الأدوات التشريعية والرقابية إلا أن المشاركين في الجلسة طالبوا بمزيد من تجويد الأداء وتفعيل الصلاحيات لمجلس الشورى سيب من خلفان الكندي من مجلس عمان محافظة مسقط ندد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب أثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا وكانت قطر استدعت اليوم سفيرها في القاهرة للتشاور على خلفية تصريحات لمسؤول مصري حول موقف الدوحة من الأحداث في ليبيا وقالت الخارجية القطرية أنها تستنكر تصريحات مندوب مصر في جامعة الدول العربية وتؤكد أن تحفظها على الترحيب بالضربة الجوية المصرية في ليبيا جاء متوافقا مع عصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى مشيرة إلى أن تحفظها الآخر حول رفع حظر التسليح يأتي من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب آخر قبل انتهاء الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وكانت وسائل الإعلام المصرية قد نقلت تصريحات عن مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية طارق عادل انتقد فيها تحفظات الدوحة على البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين معتبرا موقف قطر خروجا عن الإجماع العربي تحدثت مصادر ليبيا عن سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرط شرق العاصمة الليبية طارابلس وأكدت المصادر أن التنظيم المسلح فرض السيطرة بالكامل على المقار الحكومية بالمدينة وأوقف الدراسة بجامعة سرط يأتي ذلك فيما يشهد عدد من المدن الليبية اشتباكات وتوترات بين الجيش الليبي وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وكان وزير الخارجية الليبي محمد الدائري دعا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى الوقوف مع ليبيا ضد تنظيم داعش وأنصار الشريعة معربا عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي للأزمة الدائري طالب مجلس الأمن برفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على بلاده منذ العام 2011 واتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة في الحفاظ على أمن طرابلس من الجماعات المسلحة حاجة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الإرهاب المتنامي إضافة إلى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الإمكانيات لتتمكن من مكافحة الإرهاب والتطرف ونؤكد في هذا الصدد أن عدم توفير السلاح وتدريب لجيش ليبي لمساعدته في حربه على الإرهاب يصب في مصلحة التطرف طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المجتمع الدولي بضرورة مواجهة التهديد الذي يمثله الإرهاب والحد من انتشاره من خلال تعاون الدول فيما بينها جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر مكافحة الإرهاب في واشنطن من جنبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بانك مون إن العالم بحاجة إلى خطط أكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب المنتشر في عدد من دول العالم معتبرا في الوقت ذاته أن انتهاك حقوق الإنسان هو أحد أسباب انتشار التطرف بانك مون أشار أيضا إلى ضرورة دعم الحكومات لمواجهة التطرف داعيا زعماء العالم للاجتماع والعمل سويا لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي تنطلق في جنيف غدا الجمعة مفاوضات بين إيران والغرب حول اتفاق تاريخي يضمن اقتصار البرنامج النووي الإيراني على تطبيقات مدنية وسلمية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها هذا وآمن المقرر أن ينضم للمحادثات يوم لحد المقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف ونظيره الأمريكي جون كيري في إطار المفاوضات الثنائية حول برنامج طهران النووي ولا تزال هناك خلافات كبيرة بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد حول الإجراءات المحددة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ 12 عام حول برنامج النووي الإيراني قال الجيش الأوكراني أن 13 جنديا قتلوا وأصيب 157 آخرون بعد اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا في مدينة ديبالتسيب يتي هذا فيما طالب الرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة بعد ساعات من إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا سيطرتهم على البلدة كما طالب الرئيس الأوكراني بضمانات واضحة لوقف إطلاق النار من جانب الانفصاليين مشيرا إلى أن بلاده ستجري مشاورات سياسية مع الدول الغربية بشأن استمرار العنف نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل آثار قديمة تعود لأكثر من ثلاثمائة عاما تحتضنها منطقة وادي الحيول بولاية محطة اشتركوا في القناة تحيات القيادة الكويتية لجلالة السلطان المعظم ينقلها سمو الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمودة لسعيد له اللجنة العمانية الكويتية المشتركة تواقع على مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتدريب وتبادل القوانين والتشريعات قمة واشنطن حول مكافحة الإرهاب تدعو في يومها الثاني إلى ضرورة التصدي للعنف ومكافحة التطرف بحث القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة بين السلطنة ومملكة بلجيكا كانت محور الجلسة النقاشية بين سعادة السفيرة دكتور محمد بن عوض الحسان رئيس دائرة مكتب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي ديرك أختين أمين عام وزارة الخارجية البلجيكية وتم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين بمشاركة السلطنة بدأت اليوم أعمال الدورة الخامسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري ويناقش الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة عددا من المواضيع المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي ترأس وفد السلطنة معالي السلطان بن سالم الحبسي ألمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الحلم العربي بإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تصدر مناقشات وزراء التجارة والصناعة العرب في اجتماعهم بالقاهرة في دورته العادية الوزراء العرب وجهوا بضرورة مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه هذا القطاع كما بحثوا تحضيرات الاتحاد الجمرقي العام الذي يعتبر نواة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تواتر الأحداث المؤلمة في منطقتنا العربية واشتداد حدة الأزمات في عدد من البلدان العربية كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن أثر سلباً وبشكل كبير على وطيرة التنمية الاقتصادية في عالمنا العربي شاركت السلطنة في هذا الاجتماع بوفد ترأسه معالي السلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بالعديد من الأطروحات لتنمية هذا القطاع والحديث بشكل خاص عن مشروع الربط البحري بين الدول العربية لنقل البضائع والركاب وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال ملف الاجتماع كان حافل بالمواضيع كان أهمها التحضير للقمة العربية القادمة إن شاء الله في شهر مارس إضافةً لبعض المواضيع الأخرى ذات الاهتمام من جنب الدول والتي تدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بينها خاصةً مواضيع ذات المواضيع التي كانت تتكرر دائماً على يدول الأعمال مثل المواضيع المتعلقة بالتجارة وكذلك المواضيع الاستثمار المشترك ما بين هذه الدول إضافةً لبعض المواضيع الأخرى وفيما يتعلق بالبعض الاجتماعي للتنمية بحث الاجتماع مقترحاً لتطوير مشروعات الأسر المنتجة إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار والاتفاق على قواعد ثابتة يتم الالتزام بها عربياً لتحقيق التنمية المرجوة قواعد المنشأ العربية التي تتيح للبلدان العربية تسماح بالصادرات للسلع العربية فما بينها نواقع أنه تم التغلب على معظم العوائق في هذا الموضوع ونتوقع أنه نصل إلى اتفاق كامل بحيث تتيح المجال للمنتجات العربية للدخول والخروج لأي بلد عربي دون عوائق كما أوصل وزراء بضرورة التصديق على تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لوضعها حيز التنفيذ يرى مراقبون أن مساعد تنمية الاقتصادية يجب أن تتوازى مع إجراءات اجتماعية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص من جامعة الدول العربية بالقاهرة سحر صبري تلفزيون سلطنة عمان أهم التحديات التي تواجه القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت أبرز مناقشات غرفة تجارة وصناعة عمان مع مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص جاء هذا اللقاء للتعرف عن قرب على أبرز التحديات التي تواجه القوى العاملة الوطنية عبر الاستماع مباشرة من القائمين والمعنيين بشأن تلك القوى في القطاع الخاص إيمانا منا بأن قوة أي دولة تكمن في مواردها البشرية في أبنائها فلذلك نحن مهتمين أن تكون العلاقة بين الشركات والقياديين في الشركات مدراء الموارد البشرية علاقة طيبة بينهم وبين عمالهم والنقابيين والقياديين أيضا في الجانب العمالي فلذلك حبينا أن نجلس هذه الجلسة الحوارية المفتوحة بحيث أن نرسم خرط الطريق كيف نعمل مع بعض بالشكل الذي يرضي أولا نهج الحكومة والخطط الحكومية في ذا الجانب وفي نفس الوقت بما يتماشى مع القطاع الخاص وأهداف الرئيسية غرفة تيجارة وصناعة عمان ناقشت ما طرحته هذا العام من مبادرات هدفت إلى تمكين القوى العاملة الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولعل أبرزها كان مبادرة كفاءات نتمنى أن تكون الجهات التشريعية مع أطراف الإنتاج أن تتعاون وتتلاقى في أمور تحسن فيها أوضاع الشباب المواطنين خصوصا الشغالين في قطاعات النفط والغاز ونرى إيجاد حلول مناسبة وطويلة الأمد لصالح الأطراف جميعا الغرفة بدورها سعت وتسعى إلى تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص كالمساواة في نظام التقاعد ونظام الحقوق والواجبات وذلك من خلال عقد لقاءات بين الأطراف بدأت منذ زمن وكما يبدو مستمرة إلى وقت غير معلوم من المؤمل أن يتم التوصل عبر هذا اللقاء إلى العديد من القناعات والرؤى المشتركة ليس لتمكين الكادر الوطني في المؤسسات الخاصة فحسب بل لبناء جيل واعد من الشباب العماني يكون قادرا على تسيير القطاع الخاص والارتقاء بمساهماته في التنمية الوطنية خلال الفترة المقبلة إبراهيم بن سالم الهادي من غرفة تجارة وصناعة عمان مسقط التعريف بدور المجلس البلدي وأهدافه واطلاع أهالي ولاية إبرا على إنجازاته خلال العامين الماضيين أهم محاور الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء المجلس البلدي في محافظة شمال الشرقية اللقاء بالأهالي ومسؤولية المؤسسات الحكومية جاء لإشراك كافة شرائح المجتمع في رسم الخطط المستقبلية لأعمال المجلس طرح الآراء والمقترحات بين المجلس البلدي بشمال الشرقية وأهالي ولاية إبرا حول ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين وتعريف الأهالي بدور المجلس البلدي أبرز ما تم تناوله في هذا اللقاء هذا اللقاء التشاوري أنا أعتقد أنه مهم جدا وخاصة إذا كان هذا اللقاء يكون لقاء دوري بين فترة وأخرى المجلس في زياراته الميدانية استمع إلى مقترحات الأهالي ومناقشاتهم حول أبرز المشاريع التنموية بالولاية طريق الشرقية السريع بدبرصور كان من أهم الزيارات الميدانية التي قام أعضاء المجلس والأهالي زيارتها والاطلاع على المداخل والمخارج والجسور على جانبي الطريق هذه الزيارة أيضا تضمنت الاطلاع على مشروع الصرف الصحي ومشروع شبكة المياه بالولاية يأتي هذا اللقاء استمرارا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس البلدي للتعريف بأدواره وإنقازاته خلال المراحل الماضية أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرا محافظة شمال الشرقية احتفلت كلية مزون بتخريج دفعة جديدة من طلباتها في مختلف التخصصات والدرجات الأكاديمية البالغي عددهم 273 رعى حفلة التخرج سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة والصناعة عمان فرحة ارتسمت على محيا 273 خريجا وخريجة ومحيا كل من ساهم في وصولهم إلى منصة التتويج لينضموا إلى من سبقهم في حمل لواء العلم والمعرفة ليساهموا بدورهم في التنمية الشاملة التي يقودها عاهل البلاد المفدى شعور بالفرحة يعني ما أقدر كيف وصفة يعني على كل حال الحمد لله العالمين وأبارك لولدي في هذا اليوم المناسب ولوالدت أيضا في نفس الوقت والحمد لله العالمين وأقول يا ولدي ألف مبروك إن شاء الله وإلى الأمام إن شاء الله أهري هذا النقاح لأهلي بالأول ثم لزواجي والجميع أصدقائي ولولاهم ما وصلت لهذا المستوى كوكبة جديدة احتفت بهم كلية مزون من حملة شهادات الدبلوم والبكالاريوس والماجستير في تخصصات مختلفة ليكونوا رافدا لسوق العمل بعد اجتيازهم البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية والتي تحقق بدورها الأهداف التي رسمتها الحكومة هذا من أفضل أيام هي منعطفات حياة كل إنسان يوم التخرج عن اليوم عظيم من فرحة لا توصف نشكر جميع الخريقين نشكر جميع الأساتذة في كلية مزون ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله شعور ما ينوصف خصولي أني طالبة تمسها وأداون بالفترة الصباحية وكزوجة وأم نفس الشيء لأطفال فشعورني أحسني أنجزت حاجة يعني سويت شيء أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لأخواني واصدقائي الخريجين وأهني الوالد والوالدة على حصولي على الماجستير في علوم الكمبيوتر كذلك أهني كل من ساندني في أثناء الدراسة لكل نهاية بداية فمع نهاية حفل التخرج تبدأ مسيرة الألف ميل لتطبيق المهارات والعلوم التي اكتسبها الخريجون يدفعهم في ذلك مواصلة السعي الحثيث ليسهموا في بناء هذا الوطن المعطاء عدسات الهواتف وألات التصوير التقطت صورا جميلة والعيون رأت صورا أجمل ولكن ذاكرة الطلبة ستبقي صورا لطالما انتظروها وهم يقطفون ثمار ما زرعوا محمد بن ناصر الخليلي كلية مزون محافظة مسقط تشير آخر حالة التقص إلى هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على معظم محافظات السلطنة خلال اليومين القادمين مع احتمال تصاعد الغبار وتدني مستوى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية والمكشوفة بالإضافة إلى ارتفاع الموج على سواحل السلطنة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة كما تتحول الأجواء تدريجيا إلى غائمة جزئيا خلال يومي السبت والأحد على محافظة مسندم وجبال الحجر والمحافظات الساحلية المطلة على بحر عمان مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتوضح خرائط التنبؤات العددية إلى تغير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة على معظم محافظات السلطنة يومي الأحد والاثنين مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة وارتفاع للموج على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالإخوة الصيادين ومرتدي البحر عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة إلا بعد تأكد من حالة الطقس كما تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء تصاعد الغبار وتدني مستوى الرؤية الأفقية لسيما على الطرق الصحراوية ننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية والزمير لسامي بن سليمان أولى الثاني النشر الاقتصادية برعاية شكراً إبراهيم مساء النور مشاهدين أهلاً بكم إلى الأخبار الاقتصادية وتتابعون فيها بعد قليل انخفاض سعر نفط عمان تسليم شهر إبريل القادم دولارين وثمانية وخمسين سنة انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر إبريل القادم دولارين وثمانية وخمسين سنة ليصل إلى ستة وخمسين دولاراً وثلاثة وسبعين سنة للبرميل بعد أن بلغ يوم أمس تسعة وخمسين دولاراً وواحداً وثلاثين سنة للبرميل تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مارس المقبل بلغ ستة واربعين دولاراً وثلاثة وسبعين سنة مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغ أربعة عشر دولاراً وثمانية وعشرين سنة مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الجاري انخفض مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية اليوم بنحو ثمانين وخمسين نقطة ليصل إلى مستوى ستة ألاف وستمائة وثمانين وثلاثين نقطة وبلغت قيمة تداول حوالي أربعة ملايين ونصف المليون ريال عماني منخفضة بنسبة سبعة عشر بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت أكثر من خمسة ملايين وسبعمائة ألف ريال وأشار التقرير الصادر من السوق إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة ثمانية وثلاثين من مئة بالمئة حيث بلغت ما يقارب خمسة عشر مليار ريال عماني شهدت اللجان القطاعية الاثنة عشر المختصة بالتعمين في وزارة القوى العاملة تجديدا في إدارتها لتعزيز دورها في تنظيم سوق العمل أعلن ذلك لإذاعة وتلفزيون سلطانة عمان مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة سالم بنصر الحضرمي شهر الماضي أيضا صدر قرار وزارة بإعادة هيكلة أو تغيير بعض الرؤساء اللجان القطاعية والهدف الأساسي طبعا أن اللجان القطاعية لعبت دور كبير خلال الفترة الماضية وربما أيضا هناك بعض الخفاقات يعني من بعض اللجان وطبعا الوزارة تتمنى دائما بأن هذه اللجان تكون فاعلة وتكون فعلا قريبة جدا مع الوزارة وأيضا كذلك أيضا تساعد الوزارة في تنظيم سوق العمل هذا دور أساسي يجب أن تلعبه أيضا اللجان القطاعية وهو إعادة النظر في بعض النسب طبعا إعادة النظر هو للأفضل يعني وفق المعطيات التي تتوفر في سوق العمل فأذكر على سبيل المثال قطاع الكهرباء والمياه أستطاع أن يعدل نسب التعمين بما يتناسب مع الوضع الحالي من على سبيل المثال موضوع الباحثين عن عمل عندما وجد بأن الباحثين عن عمل أو مخرجات الباحثين عن عمل في تخصص الكهرباء والمياه ترتفع اللجنة القطاعية قامت بإعادة النظر وعلى سبيل المثال أذكر بأن دائما نحصل هناك بعض التحديات وبعض الصعوبات بأن الوزارة تركز على بعض الوظائف في الدنيا وقدنا بأن هذه اللجنة استطاعت أن تخلق فرص عمل في المستويات العليا من جهته أوضح رئيس لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه المهندس أحمد بن حمد الصبحي أن القطاع استطاع رفع نسبة التعمين في الوظائف العليا والمتوسطة ويخطط لمواصلة هذا الجهد مع التشغيل المرتقب لمحطات الكهرباء والمياه الجديدة الآن القطاع يتوسع في محطات جديدة راح تدخل الخدمة أيضا وإيضا قطاع النقل أيضا راح يتوسع قطاع التوزيع راح يتوسع يتوسع فطبعا وجود قاعدة كبيرة سابقة أهلها أن تكون أيضا في المراكز القيادية تلاول حط في القرار الأخير أننا ركزنا على عملتين العملية الأولى أو عنصرين رئيسيين وهو طبعا زيادة نسب التعمين في الوظائف العليا لأن الآن نحن عندنا قاعدة كبيرة مثل ما أسلفت من العمانيين أصبحوا قادرين على إدارة شركات هذه الكبيرة أولا ثانيا نحن عملنا أيضا نسب التعمين مرحلية التشغيل التجاري المحطات يزيد النسب التعمين تدريجيا وهذا حافز للشركات وأنا أعتبر هذا يعني حافز كبير لهم أنهما طبعا يعملوا مثلا تخطيط كامل للعمانيين لإدراجهم في الوظائف العليا والمتوسطة نحن في أوربي نعمل لأجلكم هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فهولون لتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء لدفع عجلة التنمية أوربيك نحن نصنع وقود الحياة انطلق مساء أمس بمركز عمان الدولي للمعارض معرض العقارات الدولي والذي يتضمن عرض مجموعة واسعة من العقارات الاستثمارية من عدة دول وافتتح المعرض تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم بن خيني أمين عام سجل العقاري بوزارة الإسكان بمشاركة عدة دول تحفظن السلطنة ولأول مرة معرض العقارات الدولي والذي يفتح آفاقا استثمارية رحبة للمهتمين بالاستثمار في السوق العقاري والتملك فيه المعرض منظم بصورة جيدة كما يظهر من خلال العروض التي تضمنها حيث أن هناك مشاركة من عدة دول بالإضافة إلى مشاركة من السلطنة وأتوقع أن هذا المعرض سوف يكون له تابعات ممتازة المنتجات المعروضة تنوعت بين المنازل العصرية المبتكرة والشقاق الفاخرة وقطع الأراضي ذات الاستخدام المتنوع حيث يأتي ذلك في وقت تعمل فيه السلطنة على تحفيز الاستثمار في الجانب العقاري استثمار بعمالنا تعتبر هي من أفضل مناطق بالمجلس التعاون من ناحية العائد الاستثماري كفرص استثمار من حيث التكلفة ومن حيث العائد السنوي بالذات بالنسبة للشقاق والعمارات السكنية التجارية شاركة في المعارض دائما نضيف للشركات العقارية أي قطاعات ثانية غير العقار في إضافة لأول شيء العلاقة مع الشركات الثانية الزوار المعارض دائما تكون فيها زوار يعني جديدين عمل جدد الراغبون في الاستثمار الخارجي يجدون ضلتهم فيما تعرضه المؤسسات المتخصصة في كثير من بلدان العالم والتي جاءت هنا المعرض هو فرصة للمستثمرين في المقال العقاري سواء داخل السلطنة أو خارجها به حقيقة من الحوافز فيه خيارات كثيرة سواء في مقال الشقق أو الفلل اللي موجودة وبالتالي هذا الخيار يعطي فرصة أكبر للمستثمر حسب إمكانياته حسب رغبته في الدولة اللي يحب أيضا يستثمر فيها في القطاع حتى السياحي بحيث أنه يستطيع أن يستثمرها أيضا لتأجير الزائرين العمانيين في الخارج نحن نوفر الأراضي في منطقة ليفربول في منطقة ستكون قريبة من أن تحظى بأمر تطويرها والشروع في بنيانها خلال الخمس سنوات قادمة لذلك نحن نعرضها بسعر جذاب ويوفر المعرضون ذوات مجانية تتعلق بالاستثمار والتمويل العقاري ضمن أجنحة بعض الدول المعرض الدولي للعقارات يقدم فرصا حقيقية للمهتمين في الاستثمار في المجال العقاري متواصلا مع المهتمين به حتى الحادي والعشرين من فبراير الجاري يعقوب بن يوسف لبلوشي نسقط مشاهدين أخبارنا الاقتصادية انتهت وعودة الآن إلى إبراهيم وأبو ثينا لما تبقى من هذه النشرة النشرة الاقتصادية برعاية أوربك نحن نصنع وقود الحياة شكرا سامي اختتمت صباح اليوم بميدان السيحة السرية لسباقات الهجن بولاية أدم فعاليات السباق السنوي للهجن الأصيلة للموسم الحالي السباق نظمته الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني رعا حفل اختتام السباق سعدت حمد بن راشد المقبالي والي أدم المحطة الرابعة عشر من مهرجان سباقات الهجن الأهلية بولاية أدم للموسم الحالي 2014-2015 شهدت نفسا كبيرا بين المتسابقين حيث وقيم السباق على مدار يومين ففي يومه الأول تضمن 31 شوطا خصصت منها 18 شوطا للحقائق و 12 شوطا للأبكار و 6 أشواط للجعدان اليوم الثاني اجتمل على 12 شوطا خصصت منها 6 أشواط لفئة اليداع و 5 أشواط للأبكار و شوط واحد لفئة الثانية و 3 أشواط لفئة الحول وتنافست الهجن في سباقها لمسافة 6 كيلو مترات هذا السباق هو يعتبر آخر سباق بالنسبة للمحافظات بعدها ننتقل إن شاء الله إلى منطقة الفليغ هناك سيقام سباق العرضة من يوم الأحد القادم لمدة 7 أيام يتلوها بعد ذلك ختامي هذا المهرجان في 26 ثلاثة إن شاء الله اليوم كما لاحظنا الجميع أن الحمد لله انتهى السباق على المسافات الطويلة لسن الثناية و سن الحول لهيق إن الهجان السلطانية و من يرقب من المواطنين و هذه المحطة الثالثة في ولاية أدم و حقيقة نشكر الهجان السلطانية على هذه القوائز القيمة التي يحظى بها مربي هذه الفية و هذه الرياضة رياضة الأباء و الإقداد و في الختام قدمت فرقة الفنون العمانية بولاية أدم الأهازيق و الفنون العمانية المغنى كما قام رعي المناسبة بتوزيع القوائز عن الفائزين بالمراكز الأولى يعقوب بن خلفان دابي محافظة الداخلية وادي الحيول بولاية محضاء منطقة تتميز بخضرة نخيلها و جريان أوديتها طوال العام و تحتوي المنطقة على أثار قديمة تعود إلى أكثر من 300 عام نشاهدها في هذا التقرير كزهرة نبتت في مربع الجبل هكذا هو الوصف لمنطقة وادي الحيول بولاية محضة فبين الراسيات من الجبال و تحت الشامخات من النخيل عاش أهل هذه القرية حياتهم منذ مئات السنين بجد و كفاح فعمروا فيها ما أصبح اليوم رمزاً مصطراً في كتب التاريخ هناك بعيداً عن السفوح و القيعان اعتلى برج الحيل لتنظر إليه و كأنه تاج على رأس جبل فبطريقة هندسية صفت أحجاره بجمال فأصبح بنياناً مرصوص مميزاً بتلك الأحواض و فتحات المراقبة لتتلى نصوص الأزلية من فوقه رغم قساوة الزمان و جوره عليه و في الجهة المقابلة مدينة أثرية متكاملة إذا ما وقفت عليها فإنك ستستذكر قصائد الأطلال فها هي قلعة الطوي والتي بنيت على جبل مستوي فيها المسجد و الأحواض و الغرف العديدة و برج شاهق غار عليه الزمان و غدر و لم يبقى لنا منه إلا القليل و القليل أثر و هذا الحيول يوجد بها أثار من حصون و قلاء و يحتاج ترميم من الوزارة المختصة و يوجد بها صفاح يزور الوادي و هذه القلاء مضى عليها دهر سنين منها أبانا و قدودنا و لكن احتاج لصيانة و متابعة من قهة المختصة هذه قلعة الطوي تعود إلى مئات السنين و هي عبارة عن عدة أبراج و نطالب الحكومة بترميم هذه القلاء و لاعتناء بها و ها نحن الآن ننزل من قمة قمة ليست لجبل و إنما هي قمة عاش عليها الإنسان هنا و عمرها بفخر واعتزاز و تركها قصصا تروى للحاضر عن ذلك التاريخ التليد عيسى بن خلفان الكعب منطقة وادي الحيول و لا يتم حضا في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين دحيات القيادة الكويتية لجلالة السلطان المعظم ينقلها سمو الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية الكويتي خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد له اللجنة العمانية الكويتية المشتركة تواقع على مذاكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتدريب وتبادل القوانين والتشريعات قمة واشنطن حول مكافحة الإرهاب تدعو في يومها الثاني إلى ضرورة التصدي للعنف ومكافحة التطر نشرتنا القادمة في الواحدة صباحا بإذن الله إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا وإلى آخر الأحوال الجوية ومباشرة إلى المحيط الهادي حيث تراجع الإعصار المداري لم مثل ما تلاحظون هنا وتطور العاصفة المدارية إلى إعصار اسمه مارسيا ويصنف من الدرجة الثانية حاليا بسرعة رياح حول مركزه تتراوح ما بين 90 إلى 110 عقد وسرعة الحركة والاتجاه تبدو في الاتجاه الجنوب الغربي أو الغربي نحو السواحل الشرقية لأستراليا بسرعة 13 عقد ومن الإعصار المداري إلى هنا آخر صور الأقمار الاصطناعية في المنطقة ومثل ما نشاهد انتشار بعض السحب أقصى شمال شبه الجزيرة العربية باتجاه غرب إيران عدا ذلك تبدو السلطنة والمناطق المجاورة مستقرة وخالية من السحب إلى حركة الرياح للنهار القادم ويلاحظ هناك نشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية على الوسطى وظفار قد تتسبب في انتشار الغبار والبحر متوسط إلى هائج الموج ويسل واقصى ارتفاع له مترين والمتر والرطوبة النسبية قد تصل إلى 90% بالنسبة لمحافظة مصندم أيضا تكون الرياح جنوبية شرقية شرق المحافظة تصل إلى 15 عقدة والبحر متوسط الموج ويسل واقصى ارتفاع له مترين والرطوبة النسبية قد تصل إلى 85% أما بالنسبة للسواحل السلطنة المطلة على بحر عمان فتبدو الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية أيضا نشطة أحيانا والبحر متوسط إلى هائج الموج ويسل واقصى ارتفاع له مترين ونصف المتر والرطوبة النسبية تتراوح بين 45% وال90% إلى توقعات الأجواء في محافظة مسقط السماء تبدو مشمسة مع احتمال بعض العوالق الترابية ودرجة الحرارة مرتفعة نسبيا حول منتصف الثلاثينات كذلك هو الحال هنا في جنوب الباطنة في الرستاق وفي صحار 32 درجة مع احتمال تواجد بعض السحب المنخفضة وأيضا هنا يلاحظ تلفق بعض السحب في محافظة مسندم ودرجة الحرارة مرتفعة نوعا ما تصل إلى منتصف الثلاثينات في إبرة بشمال الشرقية 36 درجة والأجواء مشمسة نزوة 36 أيضا والأجواء تبدو مشمسة 15 درجة هنا في جبل شمس وفي عبري 35 درجة مئوية مع احتمال أن تكون الأجواء مغبرة والحال ذاتي هنا في البريمي و35 درجة مئوية هنا في صلالة بمحافظة الضفار 29 درجة مئوية مع احتمال أيضا تدفق بعض السحب المنخفضة وفي ثمريق 35 مع أجواء مغبرة والأجواء المغبرة أيضا تطال سماء هينا في الوسطى و36 درجة مئوية مع احتمال تدفق بعض السحب أيضا في مصير 32 درجة مئوية مع احتمال تواجد بعض السحب الأشخرة أيضا 32 وفي سور تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية مع أيضا أجواء مشمسة بمشيئة الله إذن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار القادم بسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية أو الرياح التي عادة تأتي من سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب وتتوغل في اليابسة حتى تصل هنا إلى شمال السلطنة وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وأحيانا أيضا تتسبب في انتشار العوالق الترابية شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة